كيف حالكم اصدقاء متابعي قناة استسمى العقلة كل بيتكوين يرتفع بقوة ايضا اخبار جديدة عن صنديق الاتف في سبوت اخر اشارة صعود حطيناها كنا بمناطق الاربعين الف وثمام مية على قناة اليوتيوب تقدر ترجع لاخر فيديو ايضا نزلت على قناة التليجرام هاي كانت الصفقة مناطق الدخول قرابة مناطق الواحد واربعين الف للواحد واربعين الف وميتين والحمد لله كان الهدف اربع واربعين الف وصل سريعا للهدف النهائي بصفقة منقدر نعتبره انه صفقة ناجحة جدا طبعا عند وضع الهدف اربع واربعين الف تقدر تدخل للتعليقات وتشوف حجم الاستغراب يلي كان موجود بهديك الصفقة والحمد لله كانت تثبت نجاح جيد جدا اللي احنا محققين بالصفقة اكتر من سبعة بالمية مع العلم اصدقاء انه انا كنت وضع الستوبلوز اقفال ساعة اسفل مناطق الاربعين الف وسبعمية وسبعين بعدها عدلت الستوبلوز وخليته اقفال اربع ساعات والحمد لله هدي اللي جنبنا الخروج من الصفقة اي صفقة انا بنزل على قناة تليجرام بتمنى تبقى متابع التحديثات يلي بتصير على الصفقة حاليا شو المتوقع بالنسبة لبيتكوين اذا اول مرة بتشوفني اتمنى منك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يوصلك الجديد ايضا تركلي تعليق على الفيديو ممكن تكون احد الرابحين مسابقاتنا اليومية اذا حالي بتحصل على توصيات بيتكوين ايضا توصيات فوريكس تقدر تنضم بشكل مجاني تماما لمنصة اكسنس وبعدها تعمل ايداع توسق حسابك وبعدها بنضيفك بشكل مجاني مجموعة التوصيات توصيات يومية على الذهب على الفوريكس على المؤشرات ايضا اذا حابب تنضم لفريقنا للكريبتو روابط منصة بيتكيت وروابط منصة بايبيت وبينج اكس المنصات يلي بوسق فيها موجودة بالوصف البيتكوين اصدقاء بعد مرتدينا من اعلى القناة الصعيدة في عادة اختبار تانية حاليا عم نضرب مستويات جدا مهمة المستويات هاي بتتمثل مناطق الـ 44300 بتتمثل كمنطقة انا اسلوبي بالتداول لما نوصل لمنطقة مهمة ما بتخذ اي اجراء حتى اما شوف كسر واضح او شوف رفض واضح من هالمنطقة هاي او في حال احنا شفنا تصحيح لا يتدخل مع مناطق 43000 يعني التصحيح هذا لا يتدخل مع مناطق 43000 في حال حصل عندي تصحيح في هالمنطقة هذا بيدعم الصعود اما شوف انا الرفض واضح من هالمنطقة او اختراق في حال اخترق من مناطق 43000 عندنا نموذج الـ W النموذج قاع مزدوج واهداف هالنموذج في حال الاختراق قد تصل الى مناطق الـ 46500 للـ 45500 لكن بحب زكركم انه ما بيتفعل هالنموذج الا باغلاق اعلى مناطق الـ 44300 رح يتفعل هالنموذج باغلاق اعلى الـ 44300 ان شاء الله اعادة تصحيح لمناطق 43000 ايضا طبيعي متوقع انه نشوف هالعملية في حال ما اخترقنا مناطق الـ 3300 في حال شفنا الشمعة انعكاس من هالمنطقة هاي ممكن ندخل صعود بريسك امان اذا دخلت صفقة انا بهالمنطقة رح زودكم بمعلومات على قناة التليجرام في حال بيتكوين اقفل 4 ساعات قد تعتبر اشارة جيدة للدخول باستهداف مناطق 45500 لكن انا بمناطق المناطق الخطيرة مناطق المقاومة بحب ان يكون من المراقبين وانا بكتفي بالربح يلي حققته من مناطق الـ 41000 الحمدلله احنا بحاجة اما نشوف اغلاق شمعة على مناطق الـ 44300 والسبات على هالمستوى ممكن تدخل صفقة بستو بلوز قد يتراوح من الـ 1% الـ 1.5% او بدنا نشوف احنا التصحيح لا يتدخل مع مناطق 43000 لا يتدخل مع هالمنطقة حتى نحكي عن صعود السيناريو السلبي اصدقاء انه نخسر منطقة 43000 حاليا انا عبشوف ضغط من صفقات اللونج ودائما لما نشوف ضغط من صفقات اللونج هذا بيعني انه اتجاه الصاعد ممكن يضعف مع الوقت عليك الحذر صديقي تداول بحذر بهالمناطق تم جمع معظم سيولي اللي موجودة عند مناطق الـ 44300 لمناطق الـ 44000 كان فيها اكتر من 700 مليون دولار في هالمناطق وايضا في سيولي على الاسبوعي موجودة عند مناطق الـ 41500 في حال بيتكوين استهدف المناطق انا رح كون حذر جدا اذا اصدقاء اشارة الدخول متل ما ذكرت اغلاق على مناطق الـ 44300 تأكيدة كدعم ما ننسى انه رحنا بيفصلنا ايضا 20 يوم على قرار هيئة الاوراق المالية بخصوص صندوق الـ ETF هل رح نشوف قبول مع العلم انه في عنا 24 اجتماع بين هيئة الاوراق المالية وبين المقدمين على صندوق الـ ETF ومن ضمنهم بلاك روك اجتمعت معهم 4 مرات يوم امس هيئة الاوراق المالية طلبت من بلاك روك تعديل جدا مهم التعديل هذا بيقضي بتغيير اسم صندوق الـ ETF في سبوت وايضا تعديل مهم جدا بخصوص سحب الاستثمارات الخاصة بصندوق الـ ETF على شكل كاش الاشخاص يلي رح يستثمروا بصندوق الـ ETF في سبوت عند السحب مطالبين هنم بسحب كاش فقط وليس بيتكوين هذا هو التعديل يلي بلاك روك استجابت لهئة الاوراق المالية وقامت بتعديله هل رح نشوف بعد 24 اجتماع هل رح نشوف قبول قريب هذا يلي رح نرقبه مع الوقت الموعد اصبح قريب جدا وتقلب الـ Bitcoin اصبح جدا كبير ايضا مايكل سيلر بيقول هو انه رح يكون قبول صندوق الـ ETF في سبوت اضخم تغير على بورسة والستريت من 30 عام هذا التطور جدا مهم وانا باتفق معه الاشهر القادمة رح تكون اشهر جدا قوية بالنسبة للـ Bitcoin عندنا موعد مع صندوق الـ ETF في سبوت عندنا موعد مع الـ Halving يلي رح يكون تقريبا بشهر 4 تواريخ جدا مهمة اللازم نكون حذرين مننا ولازم نستفيد من الصعود ونكون حذرين والدخول مع اي تصحيح بحذر شديد هيك وصل لنهاية الفيديو اتمنى للاعجابكم خلينا نتقل للفيديو السابق حتى نعلن اسم الرابح مسابقاتنا اليومية هذا هو الفيديو اصدقاء يلي عملنا اخر فيديو رح ناخد رابط الفيديو بعدها نتوجه للموقع يلي بناخد منه التعليقات بشكل عشوائي رح نحط هون رابط الفيديو بعدها نشير التعليقات المتكررة ونشوف كم شخص مشارك معنا ضمن التعليقات عنا تقريبا خمسة وخمسين تعليق شكرا جدا لتفاعلكم اصدقاء هذا هو اسم الرابح اتمنى يتواصل معي حتى يستلم جاستو الى اللقاء